نبدأ مع بعض الفرس سيكويتشن ومدينا هنا الكونفجراشن للقطايونز لألمنت A and B خلي بالك أننا موضوعاً إزلي أو هاردلي هيعتمد على موضوع الدي سبليفل إحنا عندنا حالتين للD ND لو كانت half field أو complete field يعني معنا كده أننا بيكون الألمنت في حالة stability طيب لو الإلكترون اللي أنا أعمله removing أو أعمله adding هيغير الـ stability يعني الإلكترون ده لو أنا عملتله removing مثلاً لو أنا دي 6 مثلاً لو أنا عملتله removing هيبقى دي 5 كده الإليمنت هيبقى easily to be changes from اللي هو يكون دي 6 يبقى دي 5 طيب لو كان عندنا دي 1 أو دي 2 وهيتعمل له lose للإلكترونز الموجودة في الفرس والثري دي بغاية ماوصل للـ structure of near stenobyl gas في حالة دي برضو easily هنقول إنه هو oxidized أو easily إنه هو يعمل losing على النقيد لو هو الإلكترون اللي نعمله removing أي يحصل له removing من complete field sub-level ده يعمل لنا مشكلة ويكون hardly to be oxidized كده عشان نبدأ السؤال نفكر فيه صح تعالا كده نشوف مع بعض الـ element A و element B الأصل بتاعه كان إيه فانا عندنا إيه تاخد بالك element A بينتيه بـ 3D3 والـ argon طبعاً وبوصدف 2 يعني كده هو عمل lose للـ 2 يبقى إذن الـ element A كان الـ configuration بتاعه بينتيه 4S2 3D3 وبالنسبة لـ element B بنفس الطريقة عمل lose للـ positive 2 يبقى 4S 4S2 3D5 فهو بيقول هنا which was the following process easily to take place تعالا كده نشوف مع بعض reduction of B positive 7 to B positive 3 هو reduction يعني gaining B positive 7 معنى كده أنه هو بنقول أن الـ element ده عامل كان عامل losing لـ 7 electron هيعمل gain لـ 4 طب في حالة الـ element B عامل lose لـ 7 electron يعني معنى كده لو أنا قلت لك B7 هيبقى equal للـ configuration للـ argon هل ممكن الـ argon نعمله oxidation أو نعمله نعمل reduction فطبعا هو كده في حالة stability يبقى دي طبعا بالنسبة لي رومي طبعا ممكن نعمل reduction لـ element A positive 5 لـ cation A positive 5 A positive 5 هتبقى نفس الفكرة لو نقولت لك A positive 5 يعني كده هو عامل losing لـ all electrons in 4S and 3D يعني في الحالة دي برضو هيكون equal للـ structure للـ argon إتين إذا دي نفس الفكرة دي تبقى wrong أي ضفة electron أو removing electron هيغير لي الـ structure لـ snobel gas هيكون hardly أو hardly to take this oxidation of B positive 2 to B positive 3 oxidation يعني هيعمل losing 1 electron B positive 2 يعني 3D 5 طيب لو أنا أخدت إلكترون تاني ففي الحالة دي هيعمل removing من 3D 5 يعني half field sub level فطبعا دايما هيكون easy to take place هيكون hardly to take place يعني دي برضو رومي يبقى كده الاختيار الأخير هو اللي هيكون هي الإجابة بتاعتنا الصح لأن كده خلاص عندنا 3 إجابات غلط بس لازم نتأكد مع بعض oxidation oxidation I losing A positive 3 لـ A positive 5 لو جينا بصينا A positive 3 دي هيكون configuration هيبقى 4S2 هيبقى 3D cam 3D2 طيب ده لو عملنا له oxidation يعني عمل lose هيبقى A positive 5 A positive 5 يعني لسه يليين الـ A positive 5 هنعمل losing لكل الإلكترونز الموجودة في الـ S والـ D يعني هيكون structure similar to الـ Argon أتين يعني كده هيفضل وطبعا يكون نفس structure للنير السنوبل جايز يبقى كده الاختيار دي هو الإجابة الصحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر